استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي وعلى رأسهم الساناتر لانسلي جريهم وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة الواء عباس كامل وأوضح المتحدث العسكري أنه تم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي في الأراضي المحتلة وضرورة العمل على الحيلولة دون التساع دائرة الصراع الجاري فضلا عن ضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطع غزة استقبل السيد رئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي وعلى رأسهم الساناتر لانسي جريهم وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس الأمريكي في إطار التنصيق والتشور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا انطلاقا من متانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة من جانبه أكد الوفد الأمريكي الأولوية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات الاستراتيجية مع مصر مثمنا المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين مع الإشارة إلى أن مصر تعد الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي وقد شهد اللقاء حوارا متعمقا حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية حيث حرص الوفد الأمريكي على الاستماع لوجهات نظر وتقييمات السيد الرئيس بشأن تلك القضايا خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة حيث عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الشأن واطلع السيد الرئيس على نتائج زيارته لإسرائيل وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي وضرورة العمل على الحيلول دون اتساع دائرة الصراع الجاري فضلا عن ضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بالإضافة إلى ضرورة إحياء مسار السلام بالمنطقة وثمن الوفد الأمريكي في هذا الصدد دور مصر في الحفاظ على السلام واستضافتها لقمة القاهرة للسلام في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وكذا دورها القيادي في ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد موقف مصر الثابت برفض استهداف جميع المدنيين المسالمين وكذا رفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير القصري للفلسطينيين من أراضيهم مع ضرورة العمل الجدي لوقف التصعيد الراهن وتكثيف التنصيق بين كافة الأطراف الفاعلة للدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال الحل العادل والشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة